استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سفير جمهورية مصر العربية احمد فاروق حيث جرى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والمسجدات الوطنية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك واستعرض اللقام سجدات الوضع اليمني والتحركات المستمرة لإحلال السلام واستهناف العملية السياسية اضافة الى المواقف المشتركة لتأمين الملحة الدولية في البحر الاحمر وباب المندبة وتطورات الاوضاع في الاراضة الفلسطينية المحتلة كما تطرق اللقاء الى الخدمات المقدمة لابناء الجالية اليمنية في مصر والتسهيلات الممنوحة لهم ونقل السفير المصري لرئيس الوزراء التحيات نظيره الدكتور مصطفى مدبولي وتهنيه له بالعام الميلادي الجديد وتمنياته للشعب اليمني السلام والاستقرار واشاد الدكتور معين عبد الملك بالعلاقات الثنائية المتميزة بين اليمن ومصر والمواقف المصري المشرف الى زانب الشعب اليمنية مشيرا الى ان المواقف المشتركة تجاه ما يجري في البحر الاحمر وباب المندب ورفض ما تقوم به ميليشي الحوث الارهابية من اعمال قرصنة وتهديد للملاحة الدولية ترجمة نانسي قنقر